بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليرفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونكفر عنهم سيئاتين وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات وعنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم وغضب الله عليهم ولعمهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إلا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزره وتوقره وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أهرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستوفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الوسول والمؤمنون إلى أديهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا والله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغالمين تأخذوا هارونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أليم بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأرض ما حرج ولا على الأرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت ذا الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله علي مؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرتا يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما ومغانم كثيرتا تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وليتكون آية ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لن تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيوا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تيد لسنة الله تبديلا وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليه وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أغفا أن يبلو محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم عروة بغير علم ليدخن الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدقواه رسوله الرؤيا بالحق لتدخل من المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون باعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أنسى رسوله بالهدى ودين الحق قل يروه رضو على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله وردوانا سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذلك زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزروعا يغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيم صدق الله العظيم